معنا الإمام علي كرم الله واجهة الإمام علي برضو لي خصية عندنا كبيرة جدا من قبل البعثة أو من زمان جدا من ساعة الهجرة لما كان النبي وكان طفل صغير وكان حديث برضو كتير قوي عن الإمام علي غير أنه هو زوج بنت النبي غير أنه هو الإمام علي كان برضو حد من الناس اللي هي مؤسنين فينا قوي أكيد فتحب نقول إيه إمام علي كرم الله واجهة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا علي بن أبي طالب يعني أصطلح أصطلح العلماء قديما وحديثا على أنهم يلحق دايما الإمام علي كرم الله واجهة ويتقال فيها يعني كلام كتير عليه كرم الله واجهة قال أنه لم ينظر إلى سوئته قط وقاله أراء كتير ولكن اليميل إليه قلبي ما قاله أحد العلماء أن الإمام علي من أفضل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا من منبأ شعره إلى أخمص قدميه في رواية مشهورة لأن اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني معدودين رواية معدودة حوالي 3 أو 4 أشخاص منهم الإمام علي كرم الله واجهة وده طبعا لأنه يعني امتلأت عيناه بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو تربى في حجر النبي يعني عاش حياته ومقابل لوجه النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ملامح النبي كويس جدا وطبعا أخلاق وصفاته اللي أتحل بيها أنا مش أصف حد بالطريقة دي اللي ما كنا أنا فعلا بحبه متأسر بي ومتعلق جدا بكل تفاصيل وفعش كده أقدر أوصفه صحيح وفيه واحد اسمه ضرار ابن ضمرة وصف سيدنا الإمام علي وصف يعني بيحرك القلب بصراحة فكان يقول كان بعيد المدى شديد القوة يقول فصلا ويحكم عدلا الله يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خش وكان يستأنس بالليل ووحشته ويجلس ويقول آه يا دنيا آه يا دنيا غري غري يعني بعيد عني قد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها سيدنا الإمام علي بن أبي طالب هذا هو سبحان الله ديوان الإمام علي والأشعار بتاعته ورده يعني كان عنده مشاعر تجاه الحياة الدنيا والحياة الآخرة وتصور الحياة الدنيا يعني لما يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق سيدنا الإمام علي بيقول وحشة الطريق طبعا طبعا نحن نقول لنفسنا إيه الإمام علي نحن نقول شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من المناقب الكتير يعني لما البداية أصلا يعني هو تربى في حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده ست سنوات وكان أول من أسلم من الصبيان أسلم وهو عشر سنوات وهنا ملمح بسيط وكان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أو يعني لا يريد لأحد منة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن اللي ربى النبي وهو صغير عمه أبو طالب اللي هو والد سيدنا علي فكما ربى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى ولده طبعا لما أصب عمه من الفقر اللي كان كثير الأولاد زوج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فالنفس ربنا سبحانه وتعالى بيردها له زوج علي بفاطمة الكاملة بنت الكامل رضي الله عنها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا ملمح جميل لا يرد الله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه منة على النبي صلى الله عليه وسلم والشجرة برضو الشجرة المباركة بتاعة آل البيت طبعا سيدنا علي رضي الله عنه يعني سيدنا علي يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة بن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مشوب لحمها بدمي ولحمي وصفط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي رضي الله عنه أرضا رضي الله عنه كلام من ده حمزة وجعفر وصبت رسول الله سلام يعني ما شاء الله ده بالنسبة للشجرة بتاعته بالنسبة لأطهرها من شجرة اللهم أمين الملمح برضو اللي بقف عنده كتير فكرة انه هو لما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وهو كان لسه طفل صغير لسه صغير يعني احنا دلوقتي الأطفال بتوعنا تخاف تقول روح حد حاجة أو انزل مش عارف ايه لا ده بنحمله مسئولية منه هو لسه طفل لسه زي ما بقوله ما يعرفش حاجة ولكن ده اللي هي ربي قائد ده اللي هيخلي بعد كده حد يقود أم حد اللي هيقدر يمنعنا من فتن كتير حصلته يمنعنا من حاجة كتير فتربية الأطفال برضو دكتور هو يعني بلا شك هو لما يكون منه عنده ستة سنوات متربي مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الأخلاق بتاعته شرب من الشجاعة سيدنا علي كان معروف بالشجاعة طبعا يعني كان من أشهر صفاته رضي الله عنه الشجاعة وليه فيها مواقف منها أولا الموقف لما نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف كويس انه هم مجمعين على قتل النبي طبعا يعني هو نايم ومتغطي ببردة النبي صلى الله عليه وسلم وعارف ومتأكد أنه يعني لا ودخلين خلاص واخدين القرار خلاص واخدين القرار ومجتمعين يعني أمام البيت كان له في مع عمر بن ود وقف كان يعني فارس شجاع جدا في جيش الكفار عنده تمانين سنة ده في يوم يوم الخنطر يعني يوم الخنطر ووقف بيقول مين اللي يبرزه يعني فسيدنا علي قام وقف فالنبس صلى قال له يا علي إجلس إنه عمر فقام تاني يعني لي إجلس إنه عمر وكان ولو كان عمرا مش مشكلة يعني عمر فقام وبعدين يقول له يا عمر إني أعلم أنك ما دعيت إلى واحدة من ثلاثة إلا أجبت يقول له إما إنك تسلم أو ترجع قال له طبعا إيه التالت إنه أبارزك قال له يا علي ما أريد قتلك قال ولكني أريد أن أقتلك أنا مش عايز أقتلك وعمر بن ود كان معروف كان معروف طبعا كان من أشهر العرب وسيدنا علي رضي الله عنه يقوم ويقتل عمر بن ود